السلام عليكم ورحمة الله أعزائي الأطفال كيف حالكم؟ بخير؟ نطلب من الله العافية للجميع نبدأ درس اليوم بالقرآن الكريم وبصورة الشرح حفظتم الصورة ليس كذلك عم نردد صورة الشرح معا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم الآن نرى مكون التواصل الشفاهي ودرس أنتبه في الطريق كما قلنا سابقا يجب أن ننتبه في الطريق ونقف على الرسيف حتى اشتعال الضوء الأحمر لعلامة المرور ثم ثم نعبر الطريق من ممر الراجلين يعني الخطوط البيضاء ولا نلعب وسط الطريق بين السيارات ولا نسير وسط الطريق حتى لا نتعرض لأخطار الطريق أما الآن فنستمع إلى الأنشودة قد قلني يوم صديق كيف تسيل في الطريق قلت له مبتسما أمشي بمظهار نيالي موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ثلاثة وأربعة صفحة مئة وسبعة المرتبط بالدرس اذا سنقرأ السؤال السمرين رقم ثلاثة استمع وأحيط المشهد المناسب بخط اقرأ عبارة المشهد نعبر الطريقة من ما مر الراجلين اعيد نعبر الطريقة من ما مر الراجلين لدينا هناك ثلاث صور الأولى الثانية الثالثة لنرى الصورة الأولى ماذا نرى في الصورة الأم مع طفلها يعبراني الطريق من مر الراجلين لا يقفاني على ماذا على الرصيف الصورة الثانية نرى الولد يعبر الطريق من ما مر الراجلين لا يسير وسط الطريق والصورة الثالثة نرى البنتان ماذا تفعلان تعبراني الطريقة من ما مر الراجلين نعم تعبراني الطريق من ما مر الراجلين إذن أين هي السؤال التي سنحيطها الأولى أم الثانية أم الثالثة سنحيط الصورة الثالثة الآن ننتقل إلى السؤال الرقم أربعة أقرأ الصورة وألون بطاقة الحالة التي تتوقف فيها السيارات أقرأ الصورة وألون بطاقة الحالة التي تتوقف فيها السيارات إذن لدينا الصورة الأولى والثانية والثالثة إذن سنبدأ بالصورة الأولى ماذا نرى؟ اشتعال الضوء الأخضر لعلامة المرور السيارات تتوقف؟ لا السيارات تمر سنلون البطاقة؟ لا الصورة الثانية هنا اشتعال الضوء الأصفر لعلامة المرور السيارات تتوقف؟ لا السيارات تمر ألون البطاقة؟ لا وفي الأخير الصورة الثالثة اشتعال الضوء الأحمر لعلامة المرور إذن السيارات تتوقف؟ نعم السيارات في هذه الحالة تتوقف سنلون البطاقة؟ نعم سنلون هذه البطاقة إذن تمنى أن تكونوا قد أنجزتم التمرين بشكل صحيح ننتقل إلى مكون الإعداد للقراءة ومنازلنا مع حرف ماذا؟ حرف الجيم حرف ماذا؟ حرف الجيم إذن نقرأ مع بعض حرف الجيم بالفتحة ج حرف الجيم بالفتحة ج حرف الجيم الفتحة والألف ج حرف الجيم الضمة ج حرف الجيم الضمة والواو ج حرف الجيم بالكسرة ج حرف الجيم بالكسرة والياء ج حرف الجيم فتحتين جن حرف الجيم ضمتين جن حرف الجيم كسرتين جن والآن لدينا تمرين رقم واحد صفحة 108 في الكتاب مرتبط بدرس الاعداد للقراءة ماذا نرى هنا؟ نرى صورة صورة ماذا؟ صورة ولد أين هو هذا الولد؟ إنه في الطريق ماذا يفعله؟ الولد واقف أين هو يقف هذا الولد؟ يقف على الرسيف جانب الطريق أين يقف على الرسيف جانب الطريق؟ وماذا نرى كذلك؟ نرى اشتعال الضوء الأخضر لعلامة المرور السيارات هنا تتوقف؟ لا السيارات تمر الآن أقرأ السؤال أقرأ وأحيط بخط جا أقرأ وأحيط بخط جا لنقرأ الجملة يقف الطفل جانب الطريقي أعيد يقف الطفل جانب الطريقي إذن سنقرأ وماذا سنفعل؟ سنحيط حرف الجيم فقط أحيط بخط حرف الجيم فقط ركزوا جيدا أحبائي آن ننتقل إلى التخطيط والكتابة ماذا نرى؟ نرى حرف الجيم في حالاته الثلاث في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة إذن كيف نكتب حرف الجيم؟ لنتذكر معا خط مائل خط مائل خط أفقي نقطة من الأسفل وحرف الجيم بالفتحة أقرأه جا جا الآن حرف الجيم في وسط الكلمة خط مائل خط مائل خط أفقي نقطة من الأسفل وحركة الكسرة أقرأه جي 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 حرف الجيم في آخر الكلمة خط مائل خط مائل نصف دائرة نقطة من الأسفل وحركة ماذا؟ حركة الضم أقرأه جو جو الآن لنرى التمرين رقم أربعة صفحة مائة وإحدى عشر في الكتاب ماذا يقول السؤال؟ أكمل بحرف الجيم في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة أعيد أكمل بحرف الجيم في أول الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة إذن هنا لدينا مجموعة من الصور من هذا؟ من هذا؟ هذا ولد هذا ولد ماذا يلبس هذا الولد؟ يلبس جلباق جلباب إذن كلمة جلباب أعيد جلباب هنا في الأسفل هنا حرف ناقص ما هذا الحرف ناقص؟ حرف ماذا؟ حرف الجيم أين هو؟ في أول الكلمة سنكتبه على النقط ننتقل إلى الصورة الثانية ما هذا؟ ثليجة أعيد ثليجة الكلمة ثليجة أعيد ثليجة هنا في الأسفل ثليجة الحرف الناقص في الوسط إذن سنكتب حرف الجيم في وسط الكلمة وفي الأخير الصورة الثالثة ما هذا؟ دم لجن دم لجن أعيد الكلمة دم لجن دم لجن الحرف الناقص هنا حرف الجيم دم لجن حرف الجيم نكتبه في آخر الكلمة ركزوا جيدا أعبائي الآن مع مكون الرياضيات ومع درس الأعداد من ستة إلى عشرة ما زلنا في درس الأعداد من ستة إلى عشرة إذن سنقوم بإنجاز التمرين رقم ثلاثة والتمرين رقم أربعة صفحة خمسة وخمسونة في الكتاب إذن أقرأ السؤال أحسب وأكتب كل عدد أحسب وأكتب كل عدد إذن لدينا هنا مجموعة من الصور إذن ماذا سأختار أنا؟ أختار الصورة الأولى إذن هنا مجموعة من ماذا؟ مجموعة من الأرانب كم هنا من أرنب؟ سنرى إذن لنحسب معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن ماذا سأكتب في البطاقة؟ سأكتب العدد تسعة تون إذن كتبنا العدد تسعة هكذا أحبائي سنتمم التمرين كما في المثال الأول الآن ننتقل إلى التمرين رقم أربعة أحسب وأكتب أعيد أحسب وأكتب إذن هنا لدينا مجموعة من الصور هذه الصورة الأولى والثانية والثالثة إذن ماذا نرى هنا مجموعة من الليمون وهنا مجموعة من الفلفل وهنا مجموعة من الحلوى إذن نبدأ وأختار الآن مجموعة الليمون لنحسب معا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن ماذا سأكتب هنا؟ سأكتب العدد تسعة هكذا الآن أكتبت العدد تسعة هكذا سنتابع إتمام التمرين كما في المثال الأول أما الآن لدينا تصحيح تمرين الحصة الماضية صفحة أربعة وخمسون في الكتاب أقرأ السؤال رقم واحد أكتب كل عدد وأصله بالبطاقة المناسبة إذن سنكتب الأعداد من واحد إلى تسعة ونصلها إلى البطاقة المناسبة لها نبدأ بكتابة الأعداد إذن كتبنا الأعداد إذن نحصب مع بعض واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة الآن سنصل الأعداد إلى البطاقة المناسبة إذن كل عدد سنصله إلى بطاقته المناسبة نبدأ بالعدد واحد كما في المثال إذن إلى البطاقة المناسبة فيها نقطة واحدة إذن العدد اثنان البطاقة المناسبة له هذه إذن واحد اثنان أصلها بخط الآن العدد ثلاثة أين هي بطاقة العدد ثلاثة هذه نحصب واحد اثنان ثلاثة أصلها إلى العدد الآن العدد أربعة أين هي البطاقة العدد أربعة هذه نحصب معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة أصلها أصل العدد أربعة إلى البطاقة الآن الآن العدد خمسة أين هي البطاقة هذه نحصب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن أصل العدد خمسة إلى البطاقة الآن العدد ستة أين هي بطاقة العدد ستة هذه نحصب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة نصل العدد ستة إلى بطاقته المناسبة الآن العدد سبعة أين هي بطاقة العدد سبعة هذه نحصب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أصل العدد سبعة إلى هذه البطاقة الآن بقي لنا العدد ما هذا العدد؟ ثمانية أين هي بطاقة العدد ثمانية هذه نحصب واحد اثنان ثلاثة أصل بخط وفي الأخير العدد تسعة أين هي بطاقة العدد تسعة هذه نحصب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أصلها إلى العدد الآن ننتقل إلى السؤال الرقم اثنان أحسب وألوين بطاقة العدد المناسب نبدأ بالصورة الأولى هنا مجموعة من القرات نحصب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أين هو العدد عشرة في البطاقة هذا لا هذا لا هذا نعم إذن سنلون بطاقة العدد عشرة ننتقل إلى الصورة الثانية نحصب مجموعة من الشمعات واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أين هو العدد تسعة هذا؟ لا هذا؟ لا هذا؟ لا هذا؟ نعم نلون بطاقة العدد تسعة وفي الأخير لدينا مجموعة من الشمعات نحصب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية أين هو العدد ثمانية؟ هذا؟ لا هذا؟ لا هذا؟ نعم ألون بطاقة العدد ثمانية تمنى أن تكونوا قد أنجزتم التمرين بشكل صحيح وإلى درس آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر